أستاذ يسري محمد يمارس مهنة المأزون بقاله 44 سنة ربنا يديك الصحة 45 سنة ربنا يخليك منورنا الله يكرم كل عمو طريق شغلنا صعبة وفيه حاجات كتير وأكيد عدى عليك حاجات كتير جدا مليئة كلها بالمفاجآت والمناسبات طبعا أنا أريد أن أعرف أغرب أريد أن أعرف أغرب حدوت عدت عليك قبل أن أعرف الأغرب أريد أن أعرف حضرتك دين مهنة دين تنتهى من الأول أو أوراسة أو إذن خلات كنت في الهالة العربية التصنية وبعدين كان والدي مأزون أيوة مليسياتك وبعد ما توفى طبعا أنا كان المكتب موجود وكنت بعد ألاقي الناس تأتي كثيرا عشان أريد أن تتجاوز أريد أن تتنادي على والدي وكان مكتب شغال جدا مليسياتك كان في جواز كثير كثير جدا 75 وستة وصعبين من 45 سنة كان نسبة جواز أعلى من دلوقتي بمراحل أنا أجيب لكم معي قايمة جواز من نسبة الجوز شوفوا الكلام اللي مكتوب إيه بقى المطلوب في القايمة فريزر ديب فريزر مايكرويف أتنين بوتجاز خمسة شعلة خمسة عين واحد ليها واحد لحماتها مش عارف ليه فرن الخبيز أمبوبتين بابورين شاي اتنين مكوى واحدة بخار واحدة عادية هم إيه ممفصلين ليه كده مايبنوا حيطة في النص وإخلاصوا يعني كل حاجة اتنين اتنين خلط واحد عادي بستمائة جنيه والتاني بألفين وخمسمائة جنيه مروحتين اتنين غسالة واحدة نص أوتوماتيك واحدة أوتوماتيك كاملة شوية بالكهرباء دفاية بالكهرباء مبرد بالتلج اتنين كتل اتنين حفظ الطعام طقم تفال طيب دي حاجة فيه بقى ايه قايمة العروسة في المطبخ شوفوا أول طلب لأنه خطير ومهم جدا لوح تقطيع شياطة رز فرشة بيد وسمنة مبشرة وقشرة وعلى كده بتنبخ طبق غوية للعجين حفظات للعصير ماريالا وجوانتي ومسكات فوى التنظيف وتلميع طقم حلل تفال مش هتخلص بلدج تلميع للخشب في القيمة طب ولو خلص ما هيخلص لا والبلدج ليس فيه خشب يعني فهم اه اه طب اقول لك على حاجة بقى اهم حاجة تقلت لما يعني هقول لك على اهم حاجة تقلت تنجيد مسدس شمع ايه الحاجة الكوميدي اللي حصلت في مرة وانت بتكتب كتاب او بتاعمل كان فيه عقد في منطقة شعبية بتاع في ستك المنطقة شعبية بيبقى فيه الفرح بيبقى في الشارع ايه الحاجة والفرقة شغالة والعروسة تبقى بيتة بوها جوه تمام فروحت كم عادم الساعة 8 ونص ساعة روحت اقول لعريس مجاش طب ماشي مجاش روحت الساعة 10 عشر وقصت وخبرت شاتك العريس مجاش فقعت ما مريش شغل بعد كده الساعة 11 عريس مجاش ساعة 11 نص تأكد هروب العريس يا حرام يعني البنت كان أهلها صعيدة وأنا ابتلقى من عشر ونص عداشر أبوها واقف عبارة عن العرق بيتصبر بنا والبنت لفسها لفلسطين واحدة شوف بقى الموقف بقى سوق حسن الخلق اللي حصل شوف الولد عشان ما سألوش عليه البنت فيها قاعدين عمها وعيال عمها فاجئة عمها راح مش هول ابنه قاله كان سعيدا قاله جوم ياد جوم هاتبو تعجب تحتك جوم وقعد جنب منت عمك شوف بقى شوف المواقف الرجولة يا إخواتي يا أولو جوم قاله قعد جنب منت عمك تجوزها والله هذا حصل والله هذا حصل والولد قام الولد قام الداني بطاقته كان بطاقة ورائية بتاع زمن كامدة من 30 سنة بتاع البطاقة الصفر بتاع الزمن دي فأنا خدت البطاقة عشان أتأكد حسن يكون زهيرا لحاجة فجئ أبو قال لي يا ماش عجبك العريس وقال ليه عايزة طلع لها كويس بس ما شوف حيلو خدت البطاقة فعلا الولد قام قعد جنب منت عمه أولا بس عمي السبانطالون بقى مش جاية ويمكن دقنه طويلة أو أي كان بقى والله هتلاقي كامل كان نفسي جاوزها بس انطاع لكلام أبوه وقعد جنب منت عمه وقعدت العقد قبل ساتة وكتبت أبو ستيحان وكتبت الكتاب وزواج في المناطق الشعبية أشهر بإطلاق النار مجرد من الناس تطلع في طلع النار يعني كتاب تم لكن للبرا مش عارف تم معلمين عريسه بس الكتاب تم كتبنا كتاب وطلع عمها برا تاك 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 خلاص الكتاب تم واجزت عمها وخبال شاتك والله يربنا يا سعيدة أنا ان شاء الله سعيدة دلوقت وخصوو الخلق بتاع الهرب وحصن الخلق والتربية وحصن الخلق لكن يعني إيه دع لشان إنما هلية ترى هم بقى صعدة لغاية النهار لا إن شاء الله يبقى صعد قبطة منهم بعد كده عرفت أنهم مخلف منها وعاشوا كده أيوة ما شاء الله مش كفاية تاني مش يدو